إذن مشاهدين ينضم إلينا الباحث في شؤون مكافحة الفساد السيد غالب الدعمي أهلا بك سيد غالبي نشرة الخلاصة عبر دجلة بداية هناك زيادة ملحوظة في عملية استرداد سراق المال العام من الخارج يعني نزاهة أعلنت أنه خلال عام تم استرداد ستة مطلوبين أما خلال شهر حزيران الجاري ثلاثة مطلوبين يعني بداية أين يكمل التحدي الحقيقي في هذا الملف على الصعيد الداخلي وكذلك الخارجي مساء الخير وشكرا على الاستضافة يمكن أن نقول أن عام 24 هو العام الأكثر من ناحية عدد الذين تم عادتهم من الخارج وهناك ملفات عديدة أخرى بعضها تم أكتمل والآخر في طور الاكتمال بالتعاون طبعا مع الشرطة الدولية والعربية ووزارة الخارجية ووزارة العدل باعتبارها المحامي في هذا الشأن هناك متهمون آخرون حقيقة في هذا الملف تحديات كبيرة جدا بعض الدول تتعاون مع هيئة النزهة العراقية من خلال الاتفاقات التي تم عقدها والتفاهمات مع هذه الدول على مستوى الخليج العربي وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى دول أخرى كثيرة كروسيا والآن الصين أيضا دخلت على الخط فهناك تفعيل لهذا الجانب لكن وجهة المتهمون في الغالب تكون أما لدول الخليج أو لمصور أو لحيانا لبنان أو لدول أوروبا الشيء المهم أنه هيئة النزهة استطاعت عبر جهودها الكبيرة في هذا الشأن من إعادة المتهمين من دول عديدة مختلفة حتى من بلاروسيا وهذا يعطي إشارة وردع للذين سرقوا المال العام وهربوا إلى هذه الدول بأن القوى النزاهة العراقية أو أن القانون سيعيدهم مرة أخرى لكي ينالوا جزائهم العادل جراء اخترافهم جريمة السرقة أو هدر المال العام نعم سيد غالب قبل أيام هيئة النزاهة أكدت أن هناك دول تعيق استرداد المطلوبين يعني كيف يمكن للنزاهة التغلب على هذا التحدي هل الاتفاقيات الثنائية بين البلدان ممكن أن تحل هذا التحدي شوفوا من أكثر الملفات التي تواجه هيئة النزاهة قصت أنه كيف تقتنع تلك الدول بأن الملف في العراق هو ملف مهني يتعلق بالجرائم المرتبطة بالفساد وليس ملفا سياسيا هناك صورة مرسومة عن أداء الحكوم السابق طيلة السنوات الماضية أن بعض الملفات هي سياسية وليست مهنية خالصة لذلك نواجه صعوبات يعني اليوم على سبيل المثال عدنا بعض المتهمين في الإمارات وهناك ملفات استرداد جاهزة والآن معروضة أمام القضاء في الإمارات وأعتقد هيئة النزاهة قالت أحدهم سرق مليار أو مليارين دولار أو هو تسبب في ضياع هذا المبلغ لحد هذا اليوم ما زالت هيئة النزاهة بالتعاون مع الجهات الحكومية بمتابعة هذا الملف لكن بعض الدول بسبب الاتفاقيات ومن جراء الاتفاقات التي عقدتها هيئة النزاهة والتفاهمات لا استطاعت أن تقنعهم كمصر مثلا حتى الأردن عمان دول أخرى كثيرة في هذا الشأن إذن تحديات كبيرة تواجه هيئة النزاهة لكن الشيء المهم أن هذه التحديات تسعى هذه المؤسسة أن تحولها إلى فرص عبر هذه التفاهمات والمؤتمرات التي عقدت قبل أسبوع تم عقد مؤتمر في فندق بابل وكان في نتائج مهمة في هذا الشأن بانتقال العراق من منطقة رمادية إلى المنطقة البيضاء أو المنطقة الرمادية إلى البيضاء كل هذا يدعم جهود هذه الأيئة باسترداد هؤلاء المطلوبون الذين تلطخت أيديهم بأموال الشعب العراقي نعم سيد غالب كيف بقوا طيلة هذه الفترة في الخارج سراق المال العام والمطلوبين يعني عادة يبقون سنوات طويلة لماذا لم يتم ملف تفعيل استردادهم أنذاك؟ شوفوا بعض الملفات كانت قبل سنتين ثلاثة قبل أربع سنين وحتى في 2010 تم استعادة بعض المتهمين من دول أخرى ولكن نسبة الذين يتم عادتهم سنويا أقل بكثير من الذين تم عادتهم في عام 2014 فقط فضلاً هناك ملفات استرداد أكتملت وهناك في طور الإعداد يعني أعتقد حتى فقم مصر إلى 100 ملف الملفات التي أكتملت والتي في طور الإكتمال والتي تم عادتهم إلى العراق كما ذكرت حضرت شعر العدد لستة أشخاص أو ستة متهمون إذن هيئة النزهة الآن بسبب الوضع العراقي الحالي تحسن الأمن يعني انتهاء الأوضاع الأمنية السيئة جعل هيئة النزهة تتوجه عبر اتفاقات مهمة دعوبة مع دول مهمة عالمية نقل مستوى العراق أو ولد ثقة جديدة لم تكن موجودة الآن أنا بتقديري في ظل السنة المقبلة إن شاء الله هذه السنة نهاية والسنة المقبلة سيتكون الملفات التي ستنتهي أو ستكتمل في هيئة النزهة تتعلق بالمتهمين من الخارج يعني تحصل على استجابة كبيرة من تلك الدول وهذا ناتج عن سياسة حكيمة من هيئة النزهة إذا التعامل مع الملفات دون ما استثناء سواء كانت محلية أو خارجية نعم يعني سيد غالب أليس العدد ستة مطلوبين أو سراق المال العام عدد ستة خلال عام كامل أليس قليل مقارنة بالملفات الكثيرة مقارنة بأعداد سراق المال العام وسط هذه التحديات لا شوفوا أولا عندما يتم عادة متهم في عام 24 لا يعني أنه ارتكبت جريمة في عام 24 هؤلاء جميعهم ارتكبوا جرائمهم قبل هذا العام الذين ارتكبوا الجرائم في عام 24 ربما سيعود تم عادتهم نهاية هذا السنة في عام 25 لكن المهم المهم أن الرسالة التي وصلت أينما تذهبوا أيها الفاسدون فهناك سلطة يمكن أن تعيدكم للإراق وتنالوا جزاءكم العادل وبالتالي ممكن اليوم في هذه السنة تم عادة ستة في السنة المقبلة يكون العدد أكبر لا سيمة أنه كما قلت لك أن ملف في الإعادة لا يعني يحتاج إلى وقت طويل حتى يتم استعادة المتهم إجراءات طويلة عقيمة داخل العراق وخارج العراق طيب يعني ماذا عن الأموال التي سرقاها هؤلاء المطلوبين هل تسترد معهم ما مصير هذه الأموال بالمناسبة هذه قصة أخرى قصة أخرى خاصة تلك الأموال الكبيرة التي دخلت في اقتصاديات الدول الأجنبية هذه تحمى من قبل تلك الدول وبالتالي عادتها صعب ولكن كما عرفت أن هناك أيضا جهود حثيثة في هذا الجانب بمعنى أن هذه الأموال ممكن أن يصفها إجراء تبقى هناك تعمل ولكن ليس لصالح هؤلاء المتهمون بل لصالح الدولة العراقية وبالتالي هذا أحد المقترحات التي ممكن التعامل معها بعضها لا تم عادتها يعني على أهدي أنا كنت موظف في أتنزهة تم عادت مبالغ جيدة في الخارج والآن أيضا تم عادت مبالغ كبيرة يعني قبل تسعة أشهر تقريبا أو أكثر قليلا تم عادت بحدود 150 مليون دولار من أموال ما قبل 2003 وهذا المبلغ كبير إذا ما أقرنا بهيئة نزاهة بعدد موظفها بعدد بموازنتها التشغيلية فإذن هناك جهود حثيثة في هذا الجانب بعضها داخل إعراق تم إجهاضها لم يتمكن هؤلاء من تهريبها للخارج إذن في هذا المنوال أعتقد أن الجهود حثيثة في شأن إعادة هذه الأموال وتقويض حالات الفسادة التي تحصل في العراق نعم الباحث في شؤون مكافحة الفسادة سيد غالبا دعمي شكرا جزيلا لإنضمامك معنا ترجمة نانسي قنقر